اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية المشكلة الإعدادات على تطبيقك الخاص يوتيوب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالتخطونا على الضبطة الإعدادات ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط هنا على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة ثم سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيقك الخاص يوتيوب سوف تقوم بالبحث عنه ثم تضغط على يوتيوب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتعديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو